السلام عليكم اخواتي اخواتي كديري لابس عليكم كانت منى القاكم هذا الفيديو انتم مبقتم صحة و العافية كانت منى تكونوا على خير و بخير فضل هاد الاجواء هذه اللي رحنا فيها و فضل هاد الى احداث اللي يوليناكم اسمه وتابا كانت منى انكم تكونوا في بيوت ديالكم و انكم تكونوا في الحجر الصحي ما تكونوش يعني خارجين على البيوت ديالكم لانها تشيراها كيد زايد يعني اصابات كيد زايد هذا الوباء اللي هو وباء كورونا و كذلك يعني وفايات تهيئة زايد يعني نهار على نهار و اللي انا كنتسمعوا وفايات الناس كيت كتموت فاخوتي اخواتي كنتمنى منكم انكم تبقوا في بيوتكم وتلتازموا الحاجة الصحي لان هاد شي هو اللي غادي ساعد هاد الناس يعني الاطباء ولا الناس اللي اللي صهرين على الحماية ديالنا للسلطة المحلية كذلك الاطباء المساعدين يعني الناس اللي كي سهروا على الحماية ديالنا انهم يخدموا و يدروا شغالهم و يعني و نحميوا نفسنا كذلك من انتشار هاد الوباء هذا اللي ولا يعني شيء شيء محتم علينا يعني مكاين ماشي شيء حاجة اللي غادي تقولوا انها غاكدوب هاد شيء الحقيقة يعني كنعيشوه فلهذا اخواني اخواتي اتمنى منكم انكم تلتازموا بكلوس في البيوت ديالكم يا ربي ترفع علينا هاد البلاء و كذلك دعيوا الله واستغفروا الله و انسان يدعي هذا هو الوقت اللي جاء باش ندعيه و نطلبوا كفوفنا الله باش يربي يستجبلينا و في هاد العواشر هذه ان شاء الله يوزح لنا هاد البلاء يا ربي و كذلك اخواني اخواتي كان نصحكم دائما بالتعقيم و انكم توصلوا يديكم و تخليوا ولداتكم استمروا على هاد العادة هادى يغسلوا يديهم المعقيمات هكذا ديرهم هكذا فرشاشة مثلا بحل هكذا لكن ما دير هكذا فرشاشة هادى عندي كندير هكذا و كرش بها الاصطح كما كانت يعني الضار و و يعني وحدها لما بغشت يغسلوا يديهم مثلا كنديروا هاد المعقيم كما بغى يكون انا كنستعمل هكذا هاد طول هادى طالما كنش هادى و خغل ما صابون مهم كا في انه باش يغسل ميكروبات و استفادة و جافية يعني ما تستعملوا جافية لانه كيدر يدينه و كيدر كذلك الصحة تستعملوا هاد الشي هذا او الا صابون والما يكون يكون شوية دافي سخون لان المصبون يحيد الميكروبات والله يعافينا ويعافيكم كنتمنى الصحة وعافية لجميع و كنتمنى الناس اللي اللي يسمعوني ف هاد الفيديو هادى كنتمنى اللي هم دوام الصحة و العافية و اللي مات الله يرحمه و اللي بقي حي يا ربي تنجيم هاد البلاء يا ربي هاد الشي اللي كان يوم ان شاء الله اخواني اخواتي بصراحة ما كنتش بغي نحط حتى شي فيديو فتضل هاد الظروف هادى ما كان بغيش نحك نسجل فيديوهات لان النسكة تموت صراحة نفسية محطمة ما كتبش عليكم نفسية محطمة الحمدلله على كل حال ما قدرشش يعني النسكين الملاقيش مياكلوا ما كان بغيش نحطك شي وصفات هكذا ديال الطبخ ولا شي حاجة ولكن ما بيش بقى غبر عليكم تقولوا هادي فين غبرات راني كاينة لا شكتوها هكذا في المنتدر ركن نحط مرة مرة شي حاجة ولكن ما كنقدش نحط كوصفات ديال الطبخ المهم غادي اليوم غادي غادي نحط واحد البيني ساهل اقتصادي بلا بيت بلات شي حاجة شي حاجة ساهلة غير الوليدات لكم عارفين ضروري نديروا الوليدات فغادينا نوجدها معاكم وغادي باش نطلع لكم هذه الرسالة وبانا نريني معاكم يعني راني تقنى في الحجر السيحي تقنى في الدار هوليداتي مكان خرش نهائيا مكان خرش نهائيا مكان خرش نهائيا وصافي هذا الشي اللي كاين يحيد علينا هذا البلء ان شاء الله وان شاء الله يجي رمضان ونكونو على خير وباخير احنا والاحباب ديالنا وجميع الامر الاسلامية يا ربي نبدأ معاكم على بركة الله غادي نكتنا واحد اينا فضل باش نقول لكم يعني في المعقيمة اللي قانستعمل وهالشي اللي كاين وغادي نحيل فهم هكذا وغادي ندوز الوصفة ديالنا اللي هي الاساسية غادي ندير هنا غا ناخد واحد البول او المهم ايناء وغادينا نجيب هنا الدقيق غادي نحتاج واحد زلجو زلاف ديال الدقيق هيا زلافة الاولى وغادي نزيد زلافة ثانية زلافة ثانية هيا زلافة تقدروا تدير زلافة على حسب يعني لو أريدوا كمية كثيرة او كمية تكون كبيرة هادي نحتاج بحر البانيليا اختيرها اختيارية لا أريدوها مكتيرها هادي نحتاج هنا الخميرة عندي انا هذه الخميرة هادي هذه الخميرة الجافة يعني شريتها في الاول يعني تقدر مثلا انا قلت ربما ما ملقى الخميرة او شي حاجة شريت الخميرة وصفي خليت هذه اليابسة هادي كذا تبقى مدة طويلة ما يبقى لحد شي حاجة هنا هادي ناخد الخميرة سنضيف معلقة كبيرة هنا نحسب الجودة بقي بارد ونقذ بغش لجنة الخميرة سنضيف معلقة كبيرة ونوضع لها واحد جج معلقة السكر سنضيف معلقة السكر وهنا سنضيف معلقة السكر يعني هادي الباني سوف يأتي حلو ثم سنضيف معلقة السكر فقط ونضيف لها الماء يكون دافئ فاين نضيف سوف نضيف فيها الماء يكون دافئ ونضيفها قريبا سوف نضيفها أرجو معاقص القريب سوف نضيفها ثم أجل السكر كما يفتعل مع السكر ونضيف سوف نضيف دعونا نتلقى حتى نتفاعل الخميرة سوف نتلقى هنا بعد سنده و نتلقى سوف نتلقى 4 معلق الزيت 4 معلق الزيت زيت الماء يدام 4 معلق 5 معلق الزيت سوف نضع ملحة قريبا نضع ملحة صغيرة لتعطي 1 معدق اللبينة هذه الخميرة تفاعل نحركها و نبدأ هذه اللبينة لا نحتاج أن نتلقى نهائيا سهل نضع ملحة و كما تلاحظون هنا لا نضع حليب لا تشيئ 3 شيئ اقتصار هذه يعني غير موضع في حاجة لكي ينطلق يعني ما غلطتش لكي ينطلق في إطار هذه الدرخ نضع غير ملحة لكي ينطلق نفرحوا بها لدنا لنضعوا وصفات غالية لكي ينطلق 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 العجين في أكثر لكي ينطلق من المنزل لكي ينطلق أجمل كي ينطلق ينطلق تحفظ و اخمر من المنزل سوف نحتاج بعض الزيت لأن العجينة جائرية سوف نحتاج من طبيعة الحلط كطحين سوف نحاول نحبط سوف يكون داخل العجينة سوف نحل العجينة سوف نرى سوف نجدها سوف نحاول نحاول ندام منها كويرات سوف نجمعها سوف نجمعها سوف نجمعها سوف نرش محمد سوف نقري سوف نستطيع سوف نقري سوف نقري محمد سوف نحاول شكل سوف نقري سوف نقري منذ الفن صراحة روعة و لم نضيفها يعني هذه المسألة اعتمدتها في الخمس مرة أخرى ان شاء الله سوف نضيف لكم خبج جديد ونضيف سوف نضيف قليلا القياس التي تريدها سوف نضيف القياس سوف نضيف سوف نضيف نضيف و سوف نضيف السرحة سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف القطعة و لما كنت تستخدم قطعة تستخدم اخفة نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف ساهر اقتصادي بدون خميرة الحلوية كذلك بدون البيض غير الدقيق والماء والخميرة يعني شي حاجة اللي موجودة فكل بيض استغفر الله يا ربي تفرح لي يا ربي سوف نضيف المنزل اضع هذا المنزل اضع هذا المنزل اضع هذا المنزل اضع هذا المنزل سوف تستطيع اضعها 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 اضع تغليم ازعها اضعها او يجب ان تكون تحميل المنزل سكرسة ندام عالفاني تبقى افتيارة او لدهن بالشوكولاة من الفق مو ميال فكرة تكون وصلتكم نصمر بحيث هكذا حتى نكمل قبل البنيد نضيف افتيارة تبقى نبدأ نضيف المقلاة نضيف المقلاء نضيف الحجين نجمع الحجين وأنا نقوم بالعمل نضيف الحجين ونحاول نجمعه في الوقت نجمعه في الوقت ونجعله يرتح ونجعل المقلة تسخل ونعود المطلقة هنا ترك المقلة فوق البوطة وشعلت البوطة تكون العفية متوسطة ونضع الأمر ونضع سكرة ونضر بوطة الوقت نجمعه في الوقت ونعود الزيت ونقل البياني ونضيف الزيت يقوم بوطة الوقت ونضيف الزيت سخنات لي بالزربة ولكن انتوما ما تخلوشت يعني تحت تكون سخونة بالزبح على هكذا يعني العافية تكون مهيلة شوية يعني متوسطة حتى المهيلة باش ما تتحرق ليكم مش ضغية ولكن انا را بسرعة غادي نقلبو هانتوما كتلاحظو اخوتي اخواتاتي كيفاش هاد البينيت تنفخ كيجي رائع هانتوما كتشوفو كيفاش تنفخ وغيجي مهوي وخاوي من الداخل ومكونات اللي درنالو بسيطة جدا صافي كنبدأ كنقلبو هكذا ملكي تحمر كنقلبو انا نقص شوية العافية يعني خليت العافية شوية مهيلة لان الزيت سخلية فاش تشوفو الزيت سخن نقصوا اللبوطة شوية يعني باش ما يتخطف ليكم مش هاد البيني ويجي يعني من الداخل طايب وما يجيش مخطوف يعني ما يتحرق ليكمش بسرعة سافي كنستمرو بحال هكذا صراحة ناجح كيجي بحال السفنج وهانتوما كتشوفو يعني مختش معانا مجهود ولا وقت دغية وجد ما دلكنه ما تشي حاجة ساهل مكونات ديالو بسيطة واي واحد يعرف يديرو يعني اي واحد راجل او الامراء يعرفوا يديرو هاد البيني هذا او هاد السفنج هذا سافي كنستمر بها الطريقة هادي بعد ما كنت تحمر ليه البيني كنوضعو فوق الورق النشف كنشرفش الزيت نهائيا ما كيجيش للداخل ديالو في الزيت كيجي روعة صدقوني رائع جدا كنت مننا غير جربوه تردو عدية يعني تقدروا تفرحوا وليداتكم بشي حاجة اللي بسيطة جدا شي حاجة اللي عندكم في الدرغي الموض والطحين تقدروا تديرو بشي حاجة لوليداتكم وصافي كنستمر اخوتي اخواتي بنفس الطريقة هكذا كننقذي في البيني ودائما الى شفتو النار سخنات حاولوا انكم تنقصوا شوية البوطة وتخليوه تنفخ على خاطره كما ادرت انا سافي غدي نكمل بنفس الطريقة كما كتلاحظو حتى غدي نكملو ان شاء الله وغادي تشوفوه واجد في طبق ديال تقديم بتقديم تقديم تقديم التقديم اصبح اليك كما بعد شكرا هذا هو سفنج او البيني بصراحة يجي رائع جدا اخوتي اخوتي يستحق انكم تجربوه و تديرو هكا في البيوت ديالكم يعني غدي تشاهو هكا تشاهو سفنج او البيني فما كانش مسهل منه غير الماء و الدقيق و شوية الخميرة و شوية ديال السكر تم لايكُّه قياة يجي خواه من الداخل يعني تقدروا تعمروا هكا بشوكولت تقدروا يعني تتاكلو غير هكذا تقدروا ل Minuten تثكره شوية ديال لشويت شوية تقدروا تديرو شوية دي السكر سليدة مع شوية ديال الفاني يعني انتم ما ديكم نختيار كما قلت لكم وخغير هكذا مع بريد ديال اتاي تبارك الله كي جي زوين بززاف كنتمنى تجربوه كما لحتو الطريقة جيد سهلة كنتمنى انكم تخليوا لينا لايك على الفيديو اخوتي اخواتي لايج بكم من طبيعة الحال الفيديو نمقى ان شاء الله نحط لكم وصفات سهلة خليوا لي في التعاليق إلا بغيت نحط لكم شي وصفات ان شاء الله تكون سهلة وفي متناول جامعي يعني تكون غير اللي موجود عنا في الدار ان شاء الله فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وخليتكم في رعاية الله كنتمنى لكم يا ربي دوام الصحة والعافية وطل العمر والشفاء العاجل المرضى ديالنا لمراضين مساكن بالكورونا سواء داخل المغرب او خارج المغرب كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية اترككم في رعاية الله وإلى اللقاء